السؤال اللي بعد كده سؤال أم عمر تقول أشعر بخان أوديء بالرغم الموظبة على الصلاة والأذكار آه هتشعري بخان أوديء مدام بتوقع ليه؟ عشان انت لازم تروحي لآية تانية وتروحي لجملة أحاديث رسول الله سلم أول آية لازم تفتكريها إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسي لازم تغيره ما بنفسك افتكري الجمال الطفولة اللي في قلبك انت ورح تروحي للمولاكي افتكري إن انت طفل طفل اللي راح يقابل حبيبه مولاه اللي بيدلله وبينعمه وبيحبه فيروح يعمل إيه؟ يحس إنه فرحان نفس الشعور اللي حدث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم فيه عن الأذكار وبيتكلم فيه كمان عن الصلاة بيتكلم عن الأذكار إيه اللي حصل؟ ويقول إن الذكر فاذكروني أذكركم الله سبحانه وتعالى يقول هذا وبعدين إيه اللي حاصل؟ حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يوري إن الإنسان لو جلس في مجلس الذكر وذكرهم الله في من عنده حبيبك هيذكرك في السماوات العلا في الملأ الأعلى فياكت أنت تحس بإنك أنت مش رايح فرح عايزك تدخل على الذكر وإن أنت رايح فرح ويسمع قلبك صوت بينادي عليك بيقولك عبدي أيرضيك أن أذكرك كما ذكرتني؟ يا سلام؟ من الصوت تسمع قلبك معنى يسمع قلبك حس طيب الحية الثانية حتى في الصلاة شوف حضرت النبي أرحنا بالصلاة يا بلال بتطيب القلوب وتصف النفوس فعايزة تدخلي على الصلاة ويحصل كده بالمعاني دي طب تعملي إيه؟ عشان تحسي إن الصلاة بتفتح عليكي اعتبر إن الصلاة والذكر الذكر فرح والصلاة ميلاد جديد مش كده حضرت النبي علمنا إن احنا رأيت إذا كان على نهر على باب أحدكم نهر يختصن منه خمسة مرات في اليوم اعتبر إن أنت راح تتولدي من جديد الصلاة ميلاد جديد والذكر فرح ففرحي قلبك واذكري لله سبحانه وتعالى وصلي كأنك راح تتولدي من جديد أنا أعرف ودي مجربة الشخص اللي بيصلي كأنه بيتولد من جديد ربنا بيفتح عليه عندنا سؤال جنة من حساب في الانبوكس وبدون ذكر الاسم بتقولها متزواجة من تلاتين سنة ومنذ بداية الزواج وهو يعملني أسوأ معاملة ربنا يسلم وتحملت من أجل أولادي إلى أن وصلت بهم إلى بر الأمان وبيعون من الله سبحانه وتعالى وضع كل شيء في غمار المشاحنات واختلاق المشاكل والإهانة والمعايرة ولكن ما زال إلى الآن وبعد هذا العمر مستمر في أعنتي وإزلالي ومعايرتي حتى باللؤمة ولذلك ابتعدت عنه تماما وقطعت الحوار معه وتجنبا للمزيد من الإهانة والتعالي والمعايرة والمشاكل المختلفة من جانبي فعلى علي إسم هي أصدق أقول لكم أن هي أصدق إيه لأني تعبت وكلما اقتربت منه زاد من الاستفزاز والألفاز السيئة فماذا أفعل لأني لو طلبت الطلاق أولادي أعترضوا ولا يوجد مكان أروح بعد العمر معد هي بتقول إيه المشكلة أن يبدو والله أعلم أن حصل عندهم حاجة اسمها بأن احنا بنسميه كده الطلاق العاطفي وساعات أنا بسميه طلاق الفراش هي بعيد عنه ومش عايزة يقترب منها ولا عايزة يبقى فيه علاقة خاصة وي بتقول إني مش قادرة لو أنت لو عتعملي كده هتتعبه وتمراضي نفسيا وهو كمان مش في دماغه المسألة دي ده مش هيبقى فيه إثم بس أنتوا لازم تتبقوا دوروا على حد يصلح بينكم هو الغلط فين؟ الغلط أن أنتوا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بعض زوجاته كان تبرعت بنصيبها من القسم لسيدة عائشة سيدة نمو سلم فممكن أن إحنا نكون موجودين من غير علاقة خاصة آه بس ما يكونش ده عن تشاحن يكون ده عن تراضي واحد مش عايز يعمل كده عشان زوجته ما تتعبش نفسيا أو زوجته ما بس هي لازم تروح أنا شاف أن إحنا محتاجين استشارة نفسية ضرورية ليه؟ لأن إحنا وصلين إلى مستوى ضغط على النفس ولازم نتعلم ده لما نحتاجه أن إحنا نروح ونطلب ده طب أنا رأي إيه؟ رأي أن إنتم محتاجين ببساطة خالص استشارة زواجية وبقول لكم لو سمحتم اتفضلوا عندنا على مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتار المصرية لأن إنت وزوجك حتى لو بعد 30 سنة أنا أقول لكم عبارة ولازم نفهمها صح أنا لا أحب ولا أفهم العبارة اللي بيقولها بعض الزوجات كتير من الزوجات وبعض الأزواج أنا عايش في الحياة دي عشان أولادي حدك بتكذب لأن إنت لو عايش في الحياة عشان أولادك العبارة دي ستستخدمها النفس الأمارة بالسوء وتعمل إيه؟ وتبرر لك الزنوب وتبرر لك المعاص وتبرر لك الاحتواء البديل وتبرر لك أن إنت وتبرر لها أيضا فرزاك ما فيش الكلام ده ما حدش يعمل الكلام ده لابد لو إحنا فقدنا الشغف بينا وبين أزواجنا نروح على طول على طول الاستشارات الزوجية لأن ده لازم ده وضع غير مناسب وضع لا يرضي الله وضع لا يحب الله ورسوله لكن لو اتفقنا على ده مش هيبقى فيه مشكلة إن إحنا نعيش كده بس يكون نفسنا طيبة وراضية بي ده ولا حد يشايف إنه واحد إنه مظلوم ولا واحد يشايف إنه هي بتعاقب وزه ما ينفعش الوضع ده اللي يعيش إنه مظلوم وهي بتعاقبه لا ده ما يرضيش الله ورسوله نعمل إيه؟ نذهب كمان للإرشادة عشان نتكلم لأنه فيه حلول كتيرة عندنا حلول كتيرة للأمر ده بس الناس تيجي عشان نقدر نتعامل مع المسألة دي فأنا بقولك إنه إنتي لازم تيجي وتستشيري إنتي وزوجك عشان نقدر نصلح بينكم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه الخير كتير وما بحبش خالص التعبير ده اللي هو تعبير أنا استحملت عشان أولادي لأ إنتي كنت بتعبضه ربنا في محراب بيتك كل بيت عندنا في محراب اللي هو الزوج والأولاد دولة محاريب ربنا جعلهم لنا فيارب صلح عبادتنا في بيوتنا لإن هناك ما يسمى بصلاة الحياة ربنا جعلنا ممن يحسنونا وتقبل منهم صلاة حياتهم